أخ يسأل يقول هل يجوز أن يبيع الدخان في العمرة أو أن يبدلها بسلع؟ رجل مدخن يأخذ الدخان معه للعمرة ليتعاطاه تعاطي الدخان وبيعه وشرائه حرام أما التعاطي فحرام لأنه يؤذي البدن بإجماع الأطباء يعني أننا ليس بيننا وبين الحق من خصومة لو يجينا الطبيب وقال الدخان ما يؤذي كان ينم حرام فالموضوع ليس فقط أنه حكم شرعي لا لا إنما الشريعة تقول لأنك لا تملك بدنك أنت مؤتما على بدنك فإذا مرضت فتعالج وإذا أرهقتها اذهب وارتح ونم بدنك أمارة من الله تعالى عندك لا يجوز لك أن تؤذيه فإذا واحد يقول السجائر حلال لأنها لم تذكر في القرآن هم لازم يقول المخدرات حلال لأنها أيضا لم تذكر في القرآن الخمر فقط ذكر في القرآن هذه مؤذية وهذا مؤذي فكلها حرام هذه الشجرة كلها من شجرة خبيثة سجائر المخدرات الخمر كلها من شجرة واحدة خبيثة يحرم تعاطيها وبيعها وشراؤها وفي مكة والمدينة أكد يا أخي المدينة تعطرت بأنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلوثها بدخانك الدخان يؤذي أنا شخصيا والله لا أتحمل أن أجلس قربا مؤذن مدخن عفوا الجلوس عند المؤذن خير وبركة وشرف لا أتحمل أن أجلس عند مدخن عبد الله لا أتحمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه الناس زين بنسبة البيع حرام والمال المكتسب منه سحت فيحرم البيع والشراء والمبادلة احذر يا أخي إذا كنت في العمراء أن تأخذ سجائر وتعطي بدلا عنها ثوبا أو هدية أخرى حرام بيعا وشراءا وتبديلا كل ذلك حرام والعياذ بالله ترجمة نانسي قنقر